ترجمة نانسي قنقر في المنطقة والعالم كما بيّن سعادة وزير الخارجية في كلمته على ضرورة التعاون البنى للتغلب على تدعيات جائحة كورونا على المستوى العالمي مشيرا في الوقت نفسه إلى المنجزات التي حققتها المملكة في هذا الصدد وأكد سعادته على التعاون المثمر بين مملكة البحرين والمنظمات الدولية والعزم على مواصلته في مختلف المجالات ولفت أيضا إلى استمرار المملكة في تعظيم المنجزات في مجال حقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة في التنمية والاستمرار في دعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف يصادف هذا العام الذكرى الخمسون لانضمام مملكة البحرين إلى منظمة الأمم المتحدة ونحن فخورون قيادة وحكومة وشعب بما أنجزناه مع هذه المنظمة الدولية من تعاون وتشارك والتزام لتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة لخدمة الإنسانية جمعاً لقد قامت مملكة البحرين بإعطاء أكثر من مليونين وخمسمائة ألف جرعة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني ونجحت حملتها الوطنية للتطعيم في تطعيم 74.8% من إجمال السكان حتى أغسطس الماضي و93% من إجمال السكان المؤهلين لأخذ التطعيم وتعمل بلادي على تعزيز التعاون والشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة وتقديم كامل الدعم لجهودنا في هذا المجال كما أقرت حكومة بلادي قانون للعقوبات البديلة شكل نقلة نوعية في الإصلاح والتأهيل حيث جاءه منسجما مع السياسات الجنائية الحديثة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان إن مملكة البحرين تدعو المجتمع الدولي إلى تركيز الجهود وتكاتفها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط من خلال الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده التي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بحسن الجوار والاحترام المتبادل والتوصل لتسوية سلمية للأزمات إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لكن حرصت مملكة البحرين دائماً على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهمية دوره في حفظ أمن واستقرار المنطقة لذا تؤكد المملكة على همية ما تضمنه بيان قمة العلاة التي عقدت في المملكة العربية السعودية الشقيقة بداية العام الحالي ولقد اختارت مملكة البحرين طريق السلام نهجاً وخياراً استراتيجياً لإحلال السلام الدائم والشامل في المنطقة وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي لما فيه خير شعوب المنطقة والعالم ومحاربة فكرة التطرف والغلو والكراهية إن توقيع مملكة البحرين على اتفاق تأييد السلام مع دولة إسرائيل يأتي ضمن رؤية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتعزيز مبادئ التعايش السلمي وترسيخ ثقافة السلام والمحبة والإخاء والحوار والتعاون والاحترام المتبادل بأهدافها السامية التي تدعو إليها كافة الأديان السماوية ونص عليها ميثاق الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر